السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمن هذا الفيديو رح تتعلم وكل شي بتحتاج تعرفه عن Aurora Database من Autoscaling, Retriblica, Multi-AZ, Database Cloning, Aurora Serverless, Aurora Global Database, Backtrack for MySQL وغيرها من المفاهيم هذا الفيديو أيضا بفيدكن في حال كنتو عم تجهزوا لامتحانات AWS تابعوا معنا للأخير لحتى تستفيدوا رح نبدأ بمقدمة سريعة عن Aurora وبعدها رح ننتقل لشرح ميزاتها بالتفصيل Aurora بتقدم خدمة Relational Database ضمن AWS Cloud فهي عبارة عن Relational Database Management System أو اختصاراً RDBMS تتميز بكونها Fully Managed Database Service Aurora بتدعم تتوافق مع كل من MySQL وبوستغرس مو بس هيك، فيما يخص Aurora MySQL بتعطي أداء أحسن بخمس مرات من MySQL بينما Aurora Postgres بتعطينا أداء أحسن بثلاث مرات من Postgres لذلك كفية توفر الأداء العالي المطلوب بعشر التكلفة اللي رح تحتاج وتدفعوها لتوصل لنفس الأداء مع غير Relational Database Management System إذا كان عنكم تطبيقات بتستخدم MySQL أو Postgres Database إمكانكم بسهولة نقلها أي القيام بـ Migration من وإلى Aurora حتى إذا كان عنكم Legacy SQL Server Applications بالإمكان من خلال إجراء تعديلات بسيطة على الكود اتصال مع Aurora Database وتنفيذ الاستعلامات عليها مع الحد الأدنى من التعديلات وذلك عن طريق Bubble Fish for Aurora Postgres بالبداية رح نشرح Read Replica بشكل عام وبعدها رح نشرح Aurora Read Replica بشكل خاص Read Replica رح نفهمها من خلال السيناريو التالي لنفترض أنه عنا نسخة وحيدة وأساسية من ال Database Primary Database وأتى كل عمليات القراءة والكتابة رح تتم عليها لنفترض بعدين أنه لازمنا أن نطلق تقارير عن ال Data الموجودة وأتى تطبيق ثاني مثل QuickSight يلي هو عبارة عن BI Tool رح يحتاج يقرأ من ال Database بهيك حالة رح يزداد الضغط على ال Database رح ترتفع معدل عمليات القراءة خلال الثانية الواحدة وبالتالي رح يتراجع الأداء هون بيجي دور Read Replica يلي هي عبارة عن نسخة من ال Database الأساسية بتكون مخصصة فقط لعمليات القراءة من ال Database Read Only حيث التطبيقات يلي بتحتاج فقط عمليات قراءة من ال Database ممكن توجيه طلباتها إلى Read Replica بدل من Primary DB وذلك عن طريق استخدام Read Replica Endpoint هالشي بيخفف ضغط كبير عن ال Database الأساسية وبنتيجة لهات الحكي رح تساهم تحسين الأداء عمليات نسخ المعطيات بين Primary DB و Read Replica تعرف باسم Replication من الممكن إنشاء Read Replica ضمن عدة Availability Zones هلأ رح نشرح Aurora Database Cluster Aurora Database Cluster بتتألف من Database Instance واحدة وأكثر بالإضافة إلى وحدة تخزين Cluster Volume يلي إلها وظيفة إدارة المعطيات لكل Database Instances Aurora Cluster Volume عبارة عن Virtual Database Storage Volume تم تضع لأكثر من Availability Zone ضمن كل Availability Zone بيكون في عنا نسخة من ال Data كلها ضمن Database Cluster في عنا نوعي من Database Instances النوع الأول عبارة عن Primary Database Instance تدعم عمليات القراءة والكتابة بالإضافة إلى أن أي عمليات تعديل على وحدة تخزين Cluster Volume بتتمن خلالها ضمن كل Cluster بيكون عنا فقط One Primary Database Instance النوع الثاني عبارة عن Aurora Replicas بتتصل مثلها مثل Primary DB مع وحدة تخزين Cluster Storage Volume بتدعم فقط عمليات القراءة Read Only Operations هلأ Aurora DB Cluster ممكن يحوي ما يصل إلى 15 Replicas طبعاً بالإضافة إلى Primary Database Instance بتتم الحفاظ على ال High Availability عن طريق توزيع Aurora Replicas على عدة Availability Zones Aurora أيضاً تدعم Reader Endpoint موحدة لكل ال Read Replicas لحتى التطبيق استخدمها بسهولة لعمليات القراءة دون الحاجة لإدارة عدة Endpoints أو متابعة وضع كل ال Read Replicas يلي عم تتم إضافتهم أو حذفهم من الكلاستر وداخلياً بيكون عم يتم مثل Load Balancing لتوزيع الطلبات بين Read Replicas وفي عنا أيضاً Write Endpoint متصلة مع Primary Instance مباشرة Aurora أيضاً تدعم Replicas Auto Scaling بحيث يتم بشكل أوتوماتيكي إضافة أو حذف Replicas وذلك بحسب تغيرات الأداء يلي ممكن قياسها عن طريق متريك أنتو بتحددو Read Replicas تستخدم أيضاً من أجل عملية Failover حيث إذا أصبحت Primary Database Unavailable وقته بشكل أوتوماتيكي رح تم عملية Failover إلى واحدة من ال Read Replicas لتصبح بظهر عبارة عن Primary Database هلأ إذا كان بتكون تم عملية Failover إلى Read Replicas محددة أو إذا كان بتكون تحطوا ترتيب الموضوع واتب إمكانكم وضع أولوية لل Read Replicas على أساسها بتم عملية Failover مثل مشايفين في هدفين من استخدام Aurora Replicas الأول Scalability Scaling Read Operations يعني Read Replicas بتمكنها من التعامل مع عمليات القراءة على النتاق واسع يلي بتتم عن طريق توزيع الطلبات على أعدة Database Instances الهدف الثاني هو تحسين وزيادة l-availability عن طريق إمكانية القيام ب Failover من Primary Database Instance إلى Read Replicas Instance Aurora أيضاً تدعم Cross-Region Read Replicas وهي المايزة رح نشرحها بالتفصيل من خلال Aurora Global Database هلأ رح نشرح بالتفصيل Aurora Cluster Volume مثل ما حكينا الديتا ضمن Aurora بتتخزن ضمن ما يعرف بCluster Volume أي وحدة التخزين الخاصة بالCluster وهي عبارة عن وحدة تخزين افتراضية Single Virtual Volume تستخدم Solid States Drives SSDs Cluster Volume تحوي عدة نسخ من الديتا متوزعة على 3 Availability Zones ضمن نفس الريجن تتميز الديتا ضمن Cluster Storage بكونها Highly Durable وذلك لأن الديتا عم يتم نسخها عدة نسخ عم تتخزن ضمن الـ Availability Zones لذلك احتمال ضياعة الديتا ضئيل جداً عملية الريبليكيشن أيضاً بتحسن Database Availability خلال عملية الفيلوفر وذلك بسبب وجود نسخ من الديتا ضمن عدة Availability Zones وبالتالي عم تستمر عملية تخديم الطلبات حتى أثناء انهيار أحد الـ Availability Zones عدد نسخ الديتا مستقلي عن عدد Database Instances الموجودين ضمن الـ Cluster هذا التصميم المستخدم يلي بتم في مشاركة الـ Storage بالإضافة عن عاصلة عن Database Instances بيشعل الـ Storage Layer مستقلي تماماً عن Compute Layer ضمن الـ Cluster مما يسهل إضافة Database Instance بسهولة وسرعة إلى الـ Cluster لأنه ضمن هذا التصميم Aurora ما بتضطر أنه تنشئ نسخة جديدة من الديتا وتنسخها إلى الـ Instance لا إنما الـ Database Instance راح تقوم بالاتصال بالـ Storage Layer أو الـ Storage Volume راح تتشارك بوحدة تخزين مع بقية الـ Instances وبشكل مشابه من السهل جداً حذف Database Instance بدون ما تتأثر الـ Data الموجودة ضمن الـ Cluster أو بدون ما تضطر Aurora أنه تحذف الـ Data الخاصة بالـ Instance الحذف بيتم بحالة واحدة فقط ألا وهي عند حذف الـ Cluster كاملاً وات Aurora بتقوم بحذف الـ Data هلأ إذا شعفين المحتوى مفيد لا تنسوا تدعمونا بـ Like, تعليق واشتركوا بالقناة تتميز Aurora بقدرتي على التسامح مع الأخطاء وقدرتي على الشفاء الذاتي Self-Hailing والشي بعود إلى طريقة تصميم Cluster Storage وطريقة تخزين نسخ الـ Data ضمنه راح نشرح على الحكي من خلال المثال هلأ بالنسبة للمزيزة تسامح مع الأخطاء بالنسبة لجزء يعني تشنك من الـ Data بحجم 10 جيكا بايت راح يتم تخزين 6 نسخ منها ضمن 3 Availability Zone وبالتالي حتى لو ضاعت نسختين من الـ Data ما راح تتأثر Data Base Write Availability حتى لو ضاعت 3 نسخ من الـ Data ما راح تتأثر Read Availability لأنه راح يكون عندنا لسه 3 نسخ 3 نسخ من الـ Data بتوازع ضمن 2 Availability Zones أما فيما يخص Self-Healing فبتم بشكل مستمر سبر من كل من Data Blocks والـ Discs للتأكد من خلوهم من الأخطاء التي إن وجدت فبتم استبدالهم بشكل أوتوماتيكي Aurora أيضا بتقدم لنا ميزة Auto Scaling وذلك على مستويين Computer Scaling و Storage Scaling راح نشرح كل واحدة منهم بالتفصيل راح نبدأ بـ Computer Scaling يلي بتعني زيادة أو انقاس إمكانيات الحوسبة وذلك من خلال إضافة أو انقاس عدد السيرفرات Data Base Instances المستخدمين ضمن البنية التحتية اللي بتشتغل ضمنها Aurora إمكانكم من خلال AWS Management Console وعن طريق كبسة زر واحدة فقط زيادة أو انقاس عدد الـ Instances مستخدمين ضمن Aurora Cluster عملية الزيادة بتستغرق بضع دقائق للسير السيرفرات داخلة ضمن الخدمة وعمتشتغل بشكل فعال أما فيما يخص Storage Scaling فمع زيادة متطلبات التخزين الخاصة بالـ Database بتقوم Aurora بشكل أوتوماتيكي بزيادة حجم التخزين Storage المستخدم ضمن الـ Database الزيادة الأوتوماتيكية بتتمع لها شكل مضاعفات من 10 جيجا بايت وكحد أقصى لـ 128 تيرا بايت هلأ رح نتعرف على ميزة مهمة من ميزات Aurora Database ألا وهي Phoreal Query واللي رح نشرحها من خلال المثال التالي عند التعامل مع قواعد المعطيات التقليدية Traditional Databases لما بيكون عندنا عادة استعلامات تحليلية Analytical Queries بالعادة هي الاستعلامات بتستغرق وقت لتتنفذ يعني بتاخد بضع دقائق إلى ساعات لترجع نتيجة وهلأ أداء بيعتمد على عدة عوامل منها حجم التابل يلي عم يتم الاستعلام منه مدى تعقيد الكويري وعدد التابل زي اللي عم يتم جوين بيناتهم بالإضافة إلى نوع Database Server Instance يعني هذا النوع من الاناليتيكا الكويريز رح يتسبب بتراجع الأداء وبتراكم الطلبات أو الكويريز يلي عم تنتظر بالدور لحتى يتم انتهاء الاستعلامات الطويلة ليجي دورها لتتنفذ يعني بالنتيجة رح يكون عندنا Slower Query Performance إجت Aurora وحلت هاي المشكلة قدمت ما يزي تعرف باسم Phoreal Query يلي بتقدم أداء أسرع تقريبا بمرتين من أداء Traditional Databases عند تنفيذ Analytical Queries والسبب في هاي السرعة بيجعل التصميم الهندسي لأورورا Database يلي بيعزل Compute Layer عن Storage Layer وبالتالي لما بيكون عندنا استعلامات تحليلية بدل ما يتم تنفيذ الاستعلام ضمن Compute Layer رح يتم دفع هذا الاستعلام إلى Storage Layer وبالتالي رح يخفض ضغط على Compute Layer ورح نكسب إمكانيات حوسبية إضافية كانت عمضيها سابقا بتنفيذ الاستعلامات هلأ بهذا التصميم الذكي صار بالإمكان تشغيل وإجراء Transactional and Analytical Workloads مع بعض عن نفس قاعدة الموطيات بدون ما يأثر أحدهما صلبا على الآخر مع الحفاظ على أداء عالي High Performance Aurora Database أيضا تدعم Green Blue Deployment ضمن Green Blue Deployment بيتم نسخ Production Environment إلى Environment جديدة رح تكون بمثابة Staging Environment ورح يتم الحفاظ على التزامن بين Production و Staging Environment باستخدام Logical Replication هلأ Staging Environment بلون أزرع والProduction Environment بلون أخضر ضمن هذا التصميم صار بإمكانكم إجراء أي تحديثات سواء كانت أساسية أو ثانوية على الStaging Environment بدون ما تتأثر Production Environment أو Production Workloads ولما بتخلصوا تجاربكم تحديثاتكم على الStaging Environment وبصير جاهزة لأنها تترقى لتصير الNew Production Environment وقت Green Blue Deployment رح يتم عمليات الترقية خلال أقل من دقيقة واحدة وخلال فترة الانتقال هاي Blue Green Deployment رح تساوي بلوك لعمليات الكتابة على Blue وGreen Environment لحد ما تنتهي عمليات الترقية والانتقال بشكل كامل النسخ الأحتياتي Backup أورورا بتقدم خدمة نسخ أحتياتي سهلة وميسرة وبنوعين إما Automated Backups يعني بتم أخذ الباكب بشكل يومي مع إمكانية تحديد الوقت اللي رح يتم في أخذ الباكب والمستخدم عنده خيار تحديد المدة اللي رح يتم فيها الأحتفاظ بملفات الباكب قبل حذفها هاي المدة تتراوح بين يوم إلى 35 يوم هلأ إذا اخترتوا صفر هالشي بيعني إنه مرح يتم الاحتفاظ بالملف وبالاستفادة من ملفات النسخ الأحتياتي من الممكن استعادة الديتابيز إلى وطعها السابق ضمن أحد نسخ الباكب هلأ النوع الثاني إنكم تاخدوا نسخة بشكل يدوي يعني Manual Database Snapshot يعني بأي وقت حبيتوا تاخدوا فيه النسخة تضغطوا على زر اسمه Take Snapshot ليحتفظ لكم بنسخة من الديتابيز هلأ ميزة Manual Snapshot إنه فيكن تحتفظوا بنسخة الديتابيز إلى أجل غير مسمى أورورا أيضا تدعم ميزة Backtrack for Aurora MySQL Backtrack بتيح إمكانية إعادة قاعدة المعطيات إلى الحالة التي كانت عليها في نقطة زمنية محددة ضمن الماضي وذلك دون الحاجة إلى استعادة البيانات من ملفات النسخ الأحتياتي بالنتيجة لذلك فإن عملية Backtrack سريعة جدا لا تستغرق أكثر من ثواني معدودة هاي الميزة مدعومة فقط ضمن Aurora MySQL تستخدم عادة كعلاج سريع للأخطاء مثل حالة حذف جدول كامل بالخطاء وقت من الممكن استخدام Backtrack للعودة بالديتابيز إلى نقطة كان ضمنها الجدول موجود هلا كيف تشتغل Backtrack؟ لما بتفعلوا Backtrack ضمنيا Aurora رح تحتفظ بالسجلات داخليا لفترة زمنية بتم تحديدها من خلال Backtrack Duration على سبيل المثال فينا نفعل Backtrack لتحتفظ بالسجلات لمدة تصل إلى 72 ساعة سابقة تستخدم عادة هذه الميزة أثناء التطوير والاختبار Aurora Database Cloning Aurora بتدعم عمليات النسخ للديتابيز أو ديتابيز كلاستر بشكل سريع وفعال Efficient وبتم عمليات النسخ Cloning خلال دقائق معدودة يستخدم ديتابيز Cloning بعدة حالات مثل تطوير التطبيقات Application Development اختبار التطبيقات Application Testing إجراء التحديثات على الديتابيز وأيضا تستخدم بهدف تنفيذ Analytical Queries على Clone Database Aurora Global Database مصمم التطبيقات الموزع عالميا بحيث تسمح لأ Aurora Database بأن تمتد على أكثر من منطقة جغرافية هلأ ضمنيا بتقوم Aurora بنسخ المعطيات إلى عدة مناطق بدون ما تأثر على الأداء وبالتالي تسمح بإمكانية القراءة من الديتابيز من أي منطقة مع أقل تأخير ممكن Aurora Global Database تتألف من منطقة أساسية Primary AWS Region وما يصل إلى خمس Read Only Secondary AWS Regions بتم توجيه عمليات الكتابة كلها إلى Primary Database Cluster الموجودة ضمن المنطقة الأساسية وبدورها بتقوم Aurora ب Data Replication إلى المناطق الثانوية وذلك باستخدام منية تحتية مخصصة للموضوع Dedicated Infrastructure وتأخير عمليات الReplication ما بيتجاوز الثانية تستخدم Aurora Global Database عادة للتطبيقات الحساسة Critical Workloads يلي تمتد على عدد مناطق جغرافية مثل التطبيقات المالية، تطبيقات السفر والألعاب هلأ في حال صار مشكلة بأحد الRegions وقت واحدة من المناطق الثانوية ممكن ترقيتها لتتعامل مع اللود يلي كان عم يتم توجيهه إلى تلك الRegion يعني رح تتم مثل عملية Failover إلى أحد المناطق الثانوية القريبة من المنطقة المتأثرة هلحكي كله بتم يعني عملية Failover بتم خلال أقل من دقيقة واحدة Aurora Serverless تتميز بأنها On Demand يعني عند الطلب مجرد إنكم تستخدموا الDatabase رح يتم بشكل أوتوماتيكي تفعيل الخدمة ولما بتتوقفوا رح يتم إيقاب تفعيل الخدمة يعني خدمة الDatabase بالإضافة إلى أنوى الكاباسي رح تزداد بشكل أوتوماتيكي بحسب حاجة التطبيق كيش بتحتاج تصوه وإنكم تحددوا المجال الخاص بساعة التخزين وبعدها Aurora رح تتكفل بالباقي هلأ فرقها الأساسي عن Aurora Standard هو أنكم تدفعوا فقط هون كل ثانية استخدمتوا ضمن هالDatabase يعني لما بتكون الDatabase أكدر وفي حال عدم وجود استعلامات وعدم استخدام الDatabase وقتها ما رح تدفعوا أي شيء بينما ضمن Aurora Standard تدفعوا عن كل ثانية من لحظة إنشاء الDatabase هلأ في حال إنشطوا Aurora Serverless قررتوا لحق الإنتقال إلى Aurora Standard إن كانكم بسهول القيام به الشيء من خلال عدة خطوات بسيطة ضمن AWS RDS Console يعني الخلاصة Aurora Serverless بتعطيكم إمكانية تشغيل واستخدام Aurora Database دون الحاجة إلى دارة التخزين وبتكلفة أقل في حال كان الاستخدام غير مستمر حالات الاستخدام تستخدموا Aurora Serverless لما ما بتكونوا متأكديموا سبقا عن حجم الResources يلي بيحتاجها تطبيقكم يعني تستخدموها ضمن Variable and Unpredacted Workloads تستخدم أيضا ضمن تطبيقات SaaS Software as a Service لأنها بتسهل عملية إدارة الDatabase على الجهة اللي عم تزويد الخدمة بالإضافة إلى الإدارة الفعالة للموارد وتوفير الكلفة لأنها بتحاسب فقط على مدة استخدام الDatabase بالإضافة لغيرها من التطبيقات التطبيق العملي بالنسبة للتطبيق العملي هالمرة رح سعويضوا من فيديو مستقل بشرح لكم من خلاله مثال واقع على استخدام الDatabase ضمن AWS Solution Architecture وهيك ما نكون وصلنا للنهاية الفيديو اليوم إن شاء الله ضمن الفيديوهات القادمة بشرح إلى استكاش نلتقي بالفيديو الجاي والسلام عليكم